طلعنا من نطلع من نسليمانية الساعة بالخمسة ونص الصباح خمسة ونص الفجر نصل هنا بثمانية ونص إلى أن نتفاجئنا بقرار مفاجئ أنتو الطلاب ما تدخلون يا با ليش ما ندخل والله بنطرون الكابوي ممنوع أخي احنا منين نجيب والله العظيم طلعنا بطرق الجناسي يا أخي النبص الله سلم يقول ارحم من في الأرض يرحمكم من في السماء احنا ما جاي الناشد لا ابن الموصل لا الناشد ابن بغداد لا الناشد ابن واصد جاي الناشد رئيس جامعة الأنبار باعتباره رئيس جامعة الأنبار يعيش على أرض الأنبار وإحنا طلاب جامعة الأنبار جرح واحد مأساة وحدة اليوم إذا قال ابن الأنبار وعنده مسئولية وعنده مكانة وعنده منصب وما أقفل الطلاب أخي أنا أدفع إيجار ستمائة ألف أجي بخط مائة ألف أجي هنا مباشرة خمس تالاف أجي هنا يعني ثقل عد طالب قدر الطالب من يجيب أقسم بالله أحنا ثلاثة يام نداوم وثلاثة يام نشتغل حماميل بالعلومال السليمانية نجي هنا تعالوا حشتر ملابس أخي أنا مين أجيب ملابس أحنا طلعنا بطريق الجناسة اللي مجلب ببادي مال بي كام واللي يصاعد بتنكتار واللي يطلع مشي يا أخي اتقى الله أحنا نعرف أن الزي الموحد هذا من جانب الطالب يعكس يفرق بين بالشارع وبين الطالب يا أخي هذا من جانبنا الزي ونحترمه ونقدر قرارهم ونعتبره على العين والرأس بس خلي ينظرون على اليوم أن يتبعون سلوب جامعة الأنبار يأخذون سلوب انظر قيم قرر ينظرون للوضع يقيمونه حتى يصدروا قرار أحنا منين نجيب بعض منحة خسرنا عليها خسرنا عليها استنساخ وروح على المختار وروح على القائم مقام ولا كل شي شفنا اجينا والله مباشرة خمسة آلاف أخي احنا نحترم هذا الشيء من قدره وما يخالف بس راعون لما سألت ازاي صرخة خرجت من هذا الطالب الذي أجزل في الوصف وربما لازال يخبئ في خلجاته الكثير ليقال فعلى الملامح شعوب واضح لم يكن له أن يلاسم وجه طالب للعلم بات كأنه طالب لمثوى ترجمة نانسي قنقر